اشتركوا في القناة لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون السلام على الشهداء السلام على تلك الدماء التي سالت على أرض هذا الوطن لترسم لنا لوحة مشرقة إفعان العزة والكرامة السلام على أمهات الشهداء الصابرات الصاملات السلام على هذا الشعب المقاوم المرابط في ساحات البطولة بكل ثبات وعنفان الأخوة والأخوات الحضور في كل عام ونحن على موعد مع الشهيد والشهادة لنستلهم العبر والبطولة والتضحية ولكي نقول لكل الطوالين أين الحسين وأين يفين وأين فرحون وأين موسى في عامنا هذا في الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد الشهيد حسين الصافي والذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد محمد يحقو نجدد العهد مع الشهداء في طريق الحرية والعزة والكرامة بالثبات والاستمرارية مهما كثرة الصعوبات وازدالة التضحيات نحن هنا لكي نعايد الشهداء وعوائل الشهداء ونعايد الله على تكديم الغالي والنفيث بداعاً للوصل وأن الله على نصرنا لقدير الأخوة والأخوات ونحن على أكواب الدكرة الثالثة لانطياق ثورتنا المباركة وكلنا خجل أمار صبر وتضحيات عوائل الشهداء إذ نحيي فيهم هذه الروح العالية الصاملة الصابرة والقاطف الثابتة الرافضة لأي مساومة على دماء الشهداء نحييكم ونشد على أذركم ونحن معكم في حراسكم التعوب بالمطالبة بحق القصاص من القتلى وعلم المساوات بهذا الحق تحت أي ضرف كان الأخوة والأخوات الكرام في هذا الحق الكريم الذي نستكر فيه ذكرى شهدائنا نريد أن نشدد على عدة نقاط مرتبطة بواقعنا الحالي في البلد وما يمر به النقطة الأولى أن مطلب الحوار مع القتلة الفاطرين للشعرية الشعبية أمر مرفوض وطريق غير سليم وطابل للإنهيار في أي لحظة في حالة ما بني على باطل وهو على باطل النقطة الثانية المساومة على إباع الشهداء أمر غير مقبول وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنك بالأن والعدن بالعدن والسن بالسن والجروح قصاص النقطة الثالثة نعمة مساردة الخطوات المباركة التي تقوم بها ثابتة حوائل الشهداء والاهتمام بأهالي وأبناء الشهداء وتقديم كل وسائل التعمة والمساردة لهم النقطة الرافقة المحدة ورسط الصغر في مواجهة أعداء الوطن والتعامل عن رياس الأمور في الساحة ببصية وحكمة وختاماً نشكر الحضور الكرام ونشكر أهالي الشهداء وكل من شاركنا في هذه المناسبة كما أن تقدم للجهات الداعمة بكل الشكر والإمتناع على جهودهم المخلصة من أجل إنجاح هذا الحق صادر عن جباب سيكراسفانا الجمعة الموافق الواحي والثلاثون من شهر يناير لزنة 2014 ميلادية عاصمة الثورة المحرم المحتلة